السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم في قناتي و قناتكم نوها شانيل نتمنى تكونوا ب الف خير و ب الف صحة وسلامة اليوم جيتكم فيديو جديد جولة في اكسيون صراحة خفيفة ضريفة ماشي شي جولة اللي هي كبيرة غير بغيت غير نديلكم مقتطافات حول الجديد للديكورات و المنظمة للبلاستيك هادو المرايا هادو المرايا ولا المرآت هادو المناديين كي جواب ثلاثة كينين ها كاكاغي و كينين ضايرين كينين في الالوان كين الضوغة و الكحل و كنضن نحاسي هادو المنظمات هما اللي بتليكم دي البلاستيك غزائلين جابوهم مؤخرا أكسيون جابوهم بشوش الحجام في الأول جابوه الحجم الكبير أخذيت منهم من بعد لقيت منيوشيت رجعت بغيت نزيد منهم لقيت حجم صغير صراحة زوينين بزاف و كيهزو مو كيشتوش البلاصة في نص الوقت كينين بزاف دي الأشكال دي هادو المنظمات هادو بواطا متسذي لقول و لدي الخدمة لكي تغدا في الخدمة كيني الكبار و الصغار مبتامون جهد جهد مناسب كيف تشوفوها تسعين سنتيم يعني اه أورو شي حاجة كينين هادو كوره 19 صراحة كيني أسمينه جهد مناسبة كل شيء بالكارتون كل شيء بالكارتون لا يوجد بلاستيك هذا في البطوية صغر يدعون فيهم ملاحات وشيبس يدعون فيهم معلق الفراشات بزاف الحاجات التي تستعملون في عيد الميلاد والحفلات 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 كنت شاركتهم معكم في عيد الميلاد عجبتني هذه القراءة جميلة وعملية جميلة 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 وحفلات جميلة جميلة وفي نفس الوقت يكون عمالة في الاستعمال عجبتني في حجم وطريقة مخدومة وحفلات وحفلات الميلاد وحفلات 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 خلال جميلة 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 مخدومة تصحكم البعط يكونوا كامل ويكونوا كاملين لأنهم يكونوا ضايرين ويكونوا ضايرين المشكلة لا يكونوا كاملين سيكونوا كاملين تحييض بسهولة تحييض بسهولة تحييض بلاستيك تحييض بسهولة نغسل بسهولة نغسل بسهولة تحييض بسهولة وصفة الورق مقوة تستخدم كتابة وصفة قطع وصفة مورق وصفة كوش حيث يمكنك نقص بسهولة من الملونات الشمعية تستخدم تستخدم الورقة عادية تستخدم الوصف اللي بغيتو والتراسيو عليها بالكيتر انا اختارت فقط مستطيل ان اخد القياس اللي ناسبني تحتاجوا قلم الرصاص ومستارة وتقلبوا والتراسيو من الجهة الاخرة كيبت لكم اتاخدوا القياس اللي بغيتو وساعم بلغي مستطيل فكيبقى لكم حرية انا اخذي انتراصيها لحسب العدد البوطط اللي عندي وغدين قطعهم ومن بعد غدين الاستقاموا في كل بوطط وانا اخذي انتراصيها من الطبشور ستستعملوا هذه الالوان الشمح كيف قلت لكم نجرهم من الراس وتكسبو فيهم بشكل عادي هالي حسب المكونات اللي بغين تديروها في كل بوطط من بعد غدي تشوفوا الواجهة اللي غدي تكون بينها في البلاسة في البلاكار او في الزيتاجيغ اللي غدي تحطو في هاد البوطط هي اللي غدي نلصق في هادوك اللي تيكات هاد الاكل هادي الصراحة كتلصق لها مزيان هي سكوتش نفس الجودة ديال ايهي يعني كتلصق زوين تقدرو تديرو سيليكون ومسدس ديال سيليكون تستعملوا به او لكولة سبيسيال يعني اي ايكل تقدرو انكم تستعملوها وغالبا غدي تساءلوا على تنظيف طريقة تنظيف ديالها في بوطط هادو فقط غدي تمسحوه من بره بشي شيفون اللي غدي يكون نقيت في زقوة واحد شوية وتمسحوه عادي ما غديش يكون يعني حيث في غينة واشف ما غديش يتوسخ فبلاش ما تصلوهم غي يمسحوهم بشي شيفون كيبتلكم اللي غديكون نضيف كيبقوا بريون كيبقوا وزويني صراحة الجودة ديالهم بعجباتني بزاف بزاف فغدي تديرو في مكونات ديالكم على حسب كيف كتشوفوا القطاني المعجنات الصفا كسكسو تقيق اي حاجة عندكم كتبقى واحلة هكا في الميكات و البلاستيكات ديالهم كيبقوا هكا كمشتتين وعاقش منظر زوين كيبقوا وكيف ما كتشوفو هذي قبل كيفاش كانت سروينا كان ذاكشي غي محتو طعيف حالكاك من بعد من يجو البواطات نضموا لي الامور صراحة تستمتك شي جزوين كيف غدي تشوفو في الاخر ديالفيديو وكيف كتشوفو هذي النتيجة النهائية نتمنى تكون عشباتكم بزاف وستفتو منها يعني اي حاجة عندكم زيتها ككاميرو هنا في البلاكاغ عندكم كتديروا هذي البواطات يعني مش بضرورة انكم تشيروا من اكسيون رحت في المغرب متواجدين هذي المنظيمات في الاسواق ولا متواجدين بكثرة ففقط مجرد فكرة فوصلنا لنهاية الفيديو ونلقاكم الفيديو المقبل ان شاء الله مع السلامة